ايام قليلة تفصل الشمال السوري بمحافظة ادلب عن انتهاء المرحلة الاولى من بنود اتفاق سوتشي بين اردوغان وبوتين حيث من المفترض ان يكون الخامس عشر من الشهر الجاري موعدا لاكتمال خروج هيئة تحرير الشام من المنطقة منزوعة السلاح لتحل محلها قوات تركية روسية مشتركة ومع اقتراب هذا الموعد تشهد المنطقة توترا امنيا مصدره هيئة تحرير الشام وذلك من خلال قيامها بعمليات عسكرية ضد فصائل الجيش الحر الامر الذي يبعث رسائل للطرفين التركي والروسي بعدم قبول الهيئة بذلك الاتفاق وهو ما يحرج تركيا باعتبارها الطرف المتعهد بتهيئة الوضع العسكري المناسب لتمرير المنطقة منزوعة السلاح ولأجل ذلك كشفت مصادر في المعارضة عن قيام انقرة باجراء جرد شامل لفصائل المعارضة المسلحة يتضمن عدد العناصر ونوعية السلاح واسماء الفصائل على غرار ما حصل في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون ومن شأن هذه الاجراءات ان تخلق ظروفا ادارية مناسبة في القسم الذي ستشغله مؤسسات المعارضة السياسية والعسكرية لكن موقف هيئة تحرير الشام يمثل النقاط الغامضة في سير هذا الاتفاق على النحو المقرر اذ يرى مراقبون ان ابقاء المنطقة في توتر امني يصب في صالح نظام الاسد الباحث عن اي ذريعة تزيل عن روسيا الحرج في دعم عملياته العسكرية ضد ادلب بحجة القضاء على الارهاب وبسبب حساسية المشهد في ادلب برزت دور الالماني الداعي الى عدم حصل اتفاق سوتشي بين موسكو وانقرة وادخال اطراف اخرى كفرنسا والمانيا وذلك من اجل توسيع دائرة الاحاطة الدولية بهذا الملف الذي سيكون لنجاحه او فشله دورا كبيرا في رسم مستقبل سوريا السياسي في المرحلة المقبلة اشتركوا في القناة